موسيقى مساء الخير مساء البسمة مساء الفرح مساءاتكم جميعها نتمنها تكون ملونة بألوان المرح أهلا وسهلا بكم متابعين أحبائي يهدف برنامج ألوان دائما بإسعاد الأطفال أينما كانوا وأيضا يقدم لهم فقرات جميلة ومتنوعة نتمنى أن تنار على إعجابكم موسيقى الكلب برحة مع عزق المطار والخريف كلمة تغني عن كتاب القلوب برحة مع عزق المطار والبخور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتاب في سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب القلوب برحة مع عزق المطار والخريف كلمة تغني عن كتاب القلوب برحة مع عزق المطار والبخور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتاب في سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب يدانا 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 لدي يدانا لدي يدانا يدانا لدي يدانا يدانا لدي في صلاة ما ينزل لحب الساحة موسيقى مشاهدنا الكرام عندما نتجول في مواقع المهرجانات دائما ما نسمع في مكبرات الصوت عن فقدان أحد الأطفال يا ترى ما هي أهم الأسباب موسيقى المعرف موسيقى 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 السلام عليكم عرفنا على اسمك موسيقى 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 حياك الله في برنامج ألوان ممكن نسألك سؤال فضل ما هي أهم الأسباب التي تجعل من أولياء الأمور يفقدوا أبنائهم أحد الأسباب طبعا تكمن في انشغال العائلات في التسوق وفي التبضع وفي مشاهدة الفعاليات اللي يقدمها المهرجان والله تركهم بالأماكن الألعاب وتكلتهم على الأم والأب يتركهم عند أمه والثاني يكون عند أبوه بشكل عام أهمال يعني في الأماكن وانشغالهم بالتلفونات وهذا الأمور يعني قد يكون السبب الرئيسي هو الأهمال أو يعني الانشغال بالفعاليات اللي في مهرجان وهو السبب الرئيسي الأهمال يعني بذلك حد ذاته والله توقع يعني انشغالهم قد يكون بالتسوق أو إنشغالهم بالبرامج الترفيهية من فرق وغيره في المهرج والأطفال تعرفوهم يعني يحبوا عندهم حركة كثيرة وكذا والله هي أسباب كثيرة ربما يعني الأهل ينشغلوا بحاجات مثلا مشتريات أو مثلا يشاهدوا شيء من الفرق وكذا ولو الطفال يروحوا على تقاههم بنفسهم لهذا يعني يكون أفقودهم يعني كنوع من إهمال من أولياء الأمور أكيد أكيد يعني لازم تكون لما تكون منتبه لحاجة تمسك ولدك في يدك علشان أنك تعرف أنه ولدك قنبك يعني والله هي أسباب واحد مثل التلفون كل واحد يكون ميوت تلفونة في الإستقرام ومثلا في السناب شات ويدردش في الواتساب وبعد أسباب ثانية يكون يعني خلاص من بعد ما يشغل بالتلفون ينسى الطفل يون ما يسير في أسباب عديدة يعني تودي إلى فقدان الأطفال منها يعني انشغال الأهل بالهاتف النقال أو في قضاء بعض الحاجات أو تسوق وترك الأطفال يعني يعني الوحدهم من ضمن الأسباب يعني مثل ما تشوف يعني يعني المهرجان في ازتحان بالأطفال والأسر فما يؤدي يعني إلى اختلاط الطفل مع الآخرين وصعوبة الحصول عليه فيعجب يعني من كل أسرة يعني من كل أسرة يعني تخلي واحد يعني من عاقل أو كبير يكون يعني مهمته يعني متابعة الأطفال ويعني من وين يروحون يشوفهم ويتابعهم حتى يتأكد يعني حتى ركوبهم في السيارة حل إنهم شيسمة إنهم عادي إذا جوا يشترون لهم مسكينهم يشوفونهم كل شيء ذاه يرجعون يشوفونهم وهم مسكينهم ولا لا ونكود عندهم أخو كبيرة وذا وممكن بعد ينساهم أخو ممكن يخليهم يحسبون لهم مع أخو الثاني وذا طبعا من ضمن أسباب فقدان الأطفال في المهرجان وفي غيره ممكن يكون العائلة يعني تكون من شغله في أشياء ثانية أو ممكن يكونوا ملتهين في أشياء ثانية ممكن أختي تخبرينا عن دوركم في هذا الركم من المهرجان نقدم للأطفال رعاية ونقدم بعض المأكولات مثل الشراب المأكل الحلويات وألعاء طيب إذا نام الطفل معاكم هنا وين تحطوا؟ في أسرة داخل وتتصلوا على ولي أمره؟ أكيد وخبرنا الولي الأمر ياخذ فترة طويلة عشان ياخذ ابنه ولا؟ في منهم ياخذون فترة وفي منهم لا أقصى فترة؟ أربع ساعات حب الوطن إحساس مالو أبا مقياس يبدأ حياة نور والباقي من مقياس حب الوطن فترة أو تر أو جهرة يبدأ الوطن عرام حب الوطن إحساس مالو أبا مقياس يبدأ حياة نور والباقي من مقياس حب الوطن فترة أو سر أو جهرة يبدأ الوطن عرام مالو أبا مقياس 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 اشتركوا في القناة 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 لقد قلت أنه حصان لون أغضر لا لا أنا قاية بالسيارة عليها شو لون سيارتكم؟ سيارتنا أبيض وبرتقالي يعني في حصان لون أبيض وبرتقالي يعني أنت يقص علي أنت بتسويلي لغز وأصلاً أصلاً أصلاً لا أصلاً أنت يقاية بالحصان قال بس تسويلي لغز عشان أقول لك آه يا يب السيارة يا يب السيارة أختك يا يب حصان صح؟ لا بسيارة تكذب علي؟ هيوة ليش كذبتي؟ كيفي لا والله بكيفي كعل بخبر أبوك ما يخليك تلعب بعدين عادي خبري أوكي شكراً لك خبرتنا أختك أصبحك علي لكن سألك سؤال تي لابسة عدسات؟ لا لابسة عدسات لا أنا أعرف اللي من لابسة عدسات واللي لا هي اللي لابسة ما أنا تي لابسة عدسات؟ لا لا لابسة عدسات؟ لا لا اللي حصان لي يوتيوب هنيها في صلالة في تايرين صح؟ لا أول مرة تمعت ترى حصان في تايرين حصان في تايرين لا ما تمعت أنزين أحصان في ريليل لا في أربع ريال شوفي أحصان صح كذي؟ هم؟ القداميات؟ أيدي وال.. وراء؟ أرقل حين فهمتي؟ نيوة حتى من تشوفي كذي ها اللي قدام صغار واللي وراء كبار؟ اللي نفس نفس الحق أنزين مونة لش شكلك أنك أرنب يأيب من مزرعة؟ أنا ما مونة أنا اسمي ملاك أنا ما قاية من مزرعة دل الشكلك كأنك أرنب ما أعرف هذول أذنينك صح؟ لا لا أذنينك؟ لا لا ما أذنيني حتى شفتي ما طايعة يخزي ما أذنيني تاقي دا لا أذنين تاقي أذنين تاقي لا لا أذنين تاقي و أذنين لا لا حتى بهاي المنظر وسك لوسك لوسك لوس أرنب لا لا منظر وس أرنب حتى حواجب أرنب لا لا إنزين أنت يزعلانك بتسميها الكاميرا ما زعلانك؟ أضحكي ما زعلانك ضحكي إنزين ؟ إذا ضحك آذي ضحكي نود أيوة شحكي إنزينزينين كاميرا صحكي إنزين ضحكي؟ أيوة صح؟ أيوة شكرا لكم صديقاتي وشكرا أنك خبرتي لوراء سلام عليكم عرفين على اسمك مانيام سلطان الشامسي والنعم مريم شفي على الكاميرا يقولين له من وين؟ من أبوظبي حي الله بهل من أبوظبي متى جدت إلى صلالة؟ يوم الأحد وقضت وقت حلو؟ نعم طيب أنا بسألك سؤال سهل وايد 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 وأتمنى تعرف الجاوبي عني طيب سؤالك يقول ما هو الغاز الذي يتنفسه الإنسان؟ الأكسجين كذا الأكسجين سيدا بدون تفكر؟ نعم نعم وإجابتك إجابة صحيحة الغاز الذي يستنشقه الإنسان هو الأكسجين وهذه جائزة مقدمة من شركة صلالة الميثانون وعبارة عن قسيمة شيراء شكرا لك السلام عليكم عرفنا على اسمك الوليد أحمس أحمد المبسلي والنعم شوف على الكاميرا وقلنا من وين؟ من ولاية المضايبة حيا الله هالينا من ولاية المضايبة متأيتو إلى صلالة؟ من أمس وين بديت الرحلة؟ بديت الرحلة هنا في مهرجان صلالة أتمنى أنكم استنشتوا بس على الأكسجين نعم؟ نعم والسؤالك يقول أذكر بعض الغازات اللي تتكون منها طبقة الغلاف الجوي بعضها ما كلها الأكسجين وبعد؟ ثاني أكسيد الكربون وبعد؟ شي من مكونات الماء الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين انت قلت الأكسجين هش باقي؟ الهيدروجين إجابتك صحيحة بعض من الغازات اللي تتكون منها طبقة الغلاف الجوي معنا الأكسجين معنا ثاني أكسيد الكربون معنا الهيدروجين معنا النيون معنا النيتروجين معنا الأرغم معنا العديد من الغازات وإجابتك صحيحة وهذه جائزة مقدمة من شركة صلالة الميثانول وعبارة عن قسيمة شراء شكرا لك سلام عليكم عرفين على اسمك؟ عهود عهود من وين؟ من مسقط حيا الله أهلنا من مسقط اليوم جاهزت لك سؤال وأتمنى تعرف تجاوبي عليه تمام أولا أنت صف كم؟ أخلط هسنة ما شاء الله الله يوفقك إذن سؤالك سهل وتعرفي الإجابة إن شاء الله وسؤالك يقول ما هي الصيغة الكيميائية لسكر الجلوكوز؟ C6-H12-O6 C6-H12-O6 وإجابتك إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من شركة صلالة الميثانول وعبارة عن قسيمة شراء شكرا لك العافو السلام عليكم عرفين على اسمك؟ فاطمة بنت محمد الشبيبي طيب يا فاطمة شوفي على الكاميرا وقل لنا من وين؟ من ولاية المضايبي حيا الله أهالينا من ولاية المضايبي والحين أنا معي سؤالك وسؤالك سهل بس ركزي طيب؟ نعم سؤالك يقول ما هو الغاز الذي تتنفسه النباتات؟ زين أكسيد الكربون تعرفي صيغة الكيميائية؟ سي أو تو وإجابتك إجابة صحيحة الغاز الذي تتنفسه النباتات والأجرر هو غاز ثاني أكسيد الكربون وصيغته الكيميائية سي أو تو وهذه مجموعة قسائم مقدمة من منتزه أتينا لنك وعبارة عن قسام ألعاب شكرا لك لاحفو والدي سيدي يا أبي قابوس والدي سيدي يا أبي قابوس أنت تجل المعاني صحيح الأجياء يا ربي على الخير يا وانح الأمان أنت تجل المعاني صحيح الأجياء يا ربي على الخير يا وانح الأمان سرقنا نحن ورائك نفجني دوما خطار نحن بيك دوما لن نرى إلا سواء إلى هنا انتهت حلقتنا أحبائي ولا تنسوا تتواصل معنا عبر الهاشتاج ألوان أندلسكور صلالة نلتقي بكم غدا بإذن الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر